السحراء كما قلت لك أرض من أفضل ما أعطان الله بما فيها من خيرات داخلها وفوقها وعليها لكن تبقى السحراء صحراء تصل درجة الحرارة إلى خمسين خمسة وخمسين في بعض الأماكن عين صالح هي أسخن نقطة في العالم هي عين صالح تصل فيها إلى ستين درجة ومن حولها لغوات هذه هي بداية السحراء جوان جوية أوت هي أربعين فما فوق في الواد تمشي والشاليمو يمشي موراك من شدة الحرارة إلى ثمانية أصباح وكذلك في ورقلة وكذلك في بشار وكذلك في أدرار حال سخن طيب ناس يشرب الماء سخون ناس ما عندهش في الجديرات ناس ما عندهش ديكليماتيزور إلا من رحم ربك وقلة طيب إذا جينا فكرة القابلين للفساد يعني حبينا ولا كرهنا كائن جزء كبير من المواطنين الجزائريين عندهم قابلين للفساد انظر مثلا هناك رؤساء بلديات أمياري قلوا في الجزائر رؤساء بلديات فسدين في العشترية هذه الماضية كلهم كانوا فسدين يتقضوا الرشوة الفساد في كل قطاع من القطاعات في البلديات على مستوى القاعدة في الجزائر مع ذلك ظهروا من جيد في الانتخابات المرت كيف هؤلاء مفسدين ومن جهة سرطة تكونتم تعانون الأمرين أمامهم أمام تسييرهم وتقولوا سوء التسيير ويتعاطون الرشوة بعد ذلك تنتخبونهم هذه هي المغالطة الكبيرة الجزائريين لم ينتخبوا انتخبتهم مخابرات تخبتهم دياراس وأساء البلديات في الجنوب قبل ما تنتخب أي واحد في الانتخابات قبل ما يذهب أي إن كان للانتخابات لازم يوافقوا عليه ترشيح قصد ترشيح لازم توفق عليه المخابرات بمعنى أن هناك انتخابات أولية توفق عليها ما يسمى بأجهزة الأمن دياراس ثم تعطى للناس وش يعطى للناس تعطى المتردية والنطيحة وما أكل السبع خير بيناتهم من السيئة إلى الأسوأ خير بيناتهم يعني في أفضل حالات خير سيئة فالناس ليس لها خيار الناس مهمش طرحين أمامها كل الناس تستطيع أن تتقدم الانتخابات ولو في البلدية لا لا لأن هذا الطرح موجود طرح هذا موجود من قبل الحكومة يقولون قل هو من عندي أنفسكم لا مش من عندي أنفسكم عندما تفتح أنتم سكان الجنوب مسؤولون عن هذه الأوضاع لماذا تنتخبون هؤلاء المفسدين لأنك لم تسمح لي أن أنتخب المصلح لأنك أنت المصلح تسقطه من القائمة أسأل الأحزاب حتى هذه اللي تشارك معاهم كم أسقطوا لهم من القوائم أسألهم بمجرد ما يشموا فيه رحة الصلاح أو عدم الخضوع يسقطوه نعم عندما يخيروهما بين السيئة والأسوأ وبعد ذلك كم ذهبوا الانتخابات لا يتجاوزون 10% في أفضل الحالات 15-20% إذن 80% لا ينتخب لا في البلديات ولا في البرلمان ولا في غيره إذن هؤلاء لا يسمحون وبعدين الناس أحيانا تشوف السيئة والأسوأ تخير أقل الأضرار هذه قاعدة شرعية تأخذ أقل الشرين أخف الشرين لكن في نهاية المطاف هو لا يسمح هو لا يسمح بجمعيات لا يسمح بأحزاب إلا اللي يضحى في إطاره والأحزاب اللي حتى سمح لها أسأل أفافاس وسأل نهضة وسأل إصلاح حتى هذون وحمص اللي يسمح لهم اللي يمشاركين معاه مع ذلك يسقط لهم ما يشاء ويطرق ما يشاء طيب كيف لازم تعمل الجزائر حتى تخرج من هذه المشاكل ليس هناك أهم مشكلة هي البطالة ليس شوف الآن الناس تتظاهر اليوم هم ظهروا في أدرار البارح في لغوات قبلها في عنابة الآخر في الصيف هذه شيء جميل لكن عبثي عندما يستمر على الجزائرين يتجمعوا في يوم واحد ويزحفوا على العاصمة اللي يزحفوا من ورقلة إلى حاسي مسعود المرة الجاية لازم يزحفوا من ورقلة إلى العاصمة ومن البوليدة إلى العاصمة ومن وهراء إلى العاصمة ومن عنابة إلى العاصمة ومن صطيف إلى العاصمة عندما نزحف بالملايين ينتهي هذا النظام هذا النظام ليس له إيديولوجيا ليس له من يساعده فقط اللي يرهم معه اليوم حتى الشرطة حتى البوليس حتى كثيرين منهم والله يكتبون لي ويقولون والله لم نقتل جزائل ولن نكون مع هذا النظام نحن مثلكم طيب أرحب مشاهدنا الكلام بن ضمام الأستاذ عبد العزيز الغرمول رئيس حركة وطنيين الأحرار الأستاذ عبد العزيز الغرمول ما موقف حزبكم خاصة والأحزاب الأربعة عشر من هذا التصعيد الاجتماعي الذي تشهده مدن الجنوب الجزائل أولا السلام عليكم ما عبرنا في الحقيقة سواء كأحزاب فردية أو يعني في المجموعة وحذرنا من الوضع سواء في مدن الجنوب وفي مدن الشمال لأن الجزائر اليوم كلها راه تغلي على نار يعني ما يحدث الآن في الجنوب هو جزء مما يحدث في الجنهورية الجزائرية نحن المعقد أن هذا التصعيد تأخر كثيرا بالنسبة للمشاكل يعني منها الشعب الجزائري وإحنا طبعا نسانده يعني هذا التصعيد لأنها ناس خرجوا على حق يعني مطالب انتحهم رأي مطالب حقيقية ومطالب شرعية ومطالب جسورية ومطالب قانونية وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقف في وجه هؤلاء الناس من المفروض أن نساعدهم باش يحلوا مشاكل تحم مشاكل بطالة مشاكل السكن غلاء المعيشة اليأس القنوط الإحباط من هذه السياسة يعني فيها أمور كثيرة يجب أن تعالج ولكن نحن شيء ننتمنع أنه لا تبقى أمور مطلبية فقط في هذه الحدود الآن حان الوقت حان الوقت أن يتغير هذا النظام لأنه أظهر الفشل الزريع في التجاوب مع مطالب وطموحات ورغبات شعب الجزائري طيب السيد عبد العزيز هل من خطوات جريئة لنقل هذه المعاناة ووضعها بين يدي السلطات العليا لماذا لماذا تحتاج إلى خطوات جريئة هل تعتقد أن السلطات العليا لا تدري؟ السلطات العليا تدري بكل هذا التفاصيل لكنها غير معنية بالمشاكل للشعب الجزائري أين هي السلطات التي نضع أمامها هذه المشاكل وتنظر إليها بعين الاعتبار لا توجد الآن في الجزائر سلطة مهتمة بما يحدث للشعب الجزائري الشعب يعاني بطالة معيشة مشاكل اجتماعية مشاكل نفسية كما قلت اليأس الإحباط كل هذا هؤلاء الموجودون في السراي يعرفون ذلك لكنهم غير مهتمون بهذا الشعب ولا يهمهم نهائيا ما يهمهم الآن هو نسخ الأرصب تحم واستشراع الفساد وبيع وثروات وأرزاق الجزائريين هذا مهمهم أما الباقي الآخر هم يعلمون تعتقد أن رئيس جمهورية أو وزير أول أو وزراء لا يعرفون مشاكل تعالجزائريين لا لا يعرفونها يعرفونها لكنهم عاجزين ساشلين غير مهتمين بالمشاكل تعالجزائريين وبالتالي لا داعي يعني أن يبذل مجموعة من الناس مثلا تبذل جهود لإيصال مشاكلها للقيادة لأنها معناش أصلاً قيادة وهي غير مهتمة بما يحدث الغزائر طيب أستاذ عبدالعزيز ما رأيك وما موقف الأحزاب مما وصفه من الوصف الذي أطلقه عبد المالك سلال أمس في ولاية إليزي عن هؤلاء قال بأنهم شير ذمى وقال أنهم يريدون التصعيد من أجل التصعيد ولا بد لهم أن يصبروا ولا داعي لهذه الحركات الاحتجاجية التي لا تعطي صورة جميلة عن الجزائر هو قال هذا الكلام نعم قال ذلك أمس والله ما يحكم إذا كان قال هذا الكلام هؤلاء الناس معانون يا رجل هؤلاء الناس والله تشوف هدن جنوب والله غير غير تبكي تبكي بمع لهم تشوف مدن في الجنوب اللي في عز الصيف تنقطع عنهم من الكهرباء من مدن الجنوب اللي تشوف تقول راني راني في الصومال والله في فرانستان زمن الحرب هذه المدن جنوب يعني من أين يأتيهم الصبر أي سماء ستفعلهم بالصبر يا رجل هؤلاء الناس يعانون ومن حقهم أن يطالبوا بترقية حياتهم هذا حقهم حقهم هذا ليس حق هذا واجب شرعي عليهم كيف يقول هذا الرجل يقول أنهم شذيما وأنهم كذا وكذا لا 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 نعم 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 لا أحد قال ذلك يا سيد عبد العز غرمول إذن كان لكم مراجعة الخطاب الذي أدل به هناك في إليزي جنوب الجزائر وبالمناسبة أنا أشكرك جزيل الشكر سيد عبد العز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار كنت معنا من الجزائر أعود لك أستاذ محمد العربي الباريحة رجل طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا خطب في البرلمان برلمان تركيا قال لهم إنني جئت أريد أن أزف إلى ذهانكم خبرا سعيدا فالكل كان ينتظر فقال لهم إن تركيا ما تزال في جعباتها ثلاثة أشهر وتتخلص من الديون بقي أربعمائة مليون دولار ثم تركيا تتخلص من الديون الشطر الثاني من كلامه قال إن تركيا ستدخل في مصاف الدول الدائنة يعني التي تقدم ديون أو قروضا لدول أخرى بين قوسين تركيا ليست دولة نفطية ماذا فعلت تركيا وماليزيا وإندونيسيا هذه الدول اللي هي أحسوب العالم الثالث لكن مع ذلك فاقتنا درجات ودرجات ما هو السر؟ اختارت الحاكم الصالح اختارت الحاكم النظيف اختارت الحاكم اللي يخشى الله وإذا كان مش مؤمن في دول لا تخشى الله لأنها أصلا مش مؤمنة ألمانيا أو ربما لا ما يعرفوش حتى ما يعترفش على الأقل يخشى الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر